سلام عليكم تابعين الكرام يا رب تكونوا بخير وسلام نهار دا ان شاء الله معكم الموديل اللي شايفينه قدامك وبناعنا على طلب احد المتابعات اتمنى الفيديو نولي اجابك واتمنى لكم شاهدة ممتعة كمية القماش هيكون عند مترين ونص من القماش ونص متر من اللون المختلف الثاني هشتغل على مقاس 46 وهشتغل بالمزورة المصغرة علشان الموديل انا مش محتاجاه فامشين فاعمله على كبير مقاس 46 انا قلت المقاسات بتاعته بتاعته خالص عندي دوران الرقم بستة ونص وعندي نص عرض الضهر 19 سنتي ميل الكتف 4 سنتي طول حرجة القبط 23 سنتي طول الوسط 40 سنتي طول الجن ب18 سنتي طول الفيست انا عملي مية وعشرة بس انتوا طبعا هتعملوا الطول اللي موجود عندكم او طول اللي عايزينه طول اللي عرض الكتف 13 سنتي دوران الصدر انا مقاسة 40 هنا هادف له 8 سنتي زيادة اا او مقدار للراحة من 8 ل 12 سنتي لان المقاسة عندي واسعة الموديل اللي عندي واسع مش مكسم او عندي دوران الصدر 25 نقص 1 سنتي بس اا 24 الوسط انا نقص 1 سنتي بس عن الصدر لان برضو الوسط عندي واسع فاعمل تكسيم خفيف خالص 1 سنتي بفرق بينهم عندي دوران اكبر حجم 26 ونص ال 26 ونص دي هاجي في ديل الفيست وهضيف عليه 10 من 10 ل 15 سنتي يعني عندي 26 ونص هدف لها مثلا من 10 ل 15 سنتي هيبق ماد في حدود 41 او 42 سنتي وهوصل الصدر بالوسط بالشكل ده مش هعمل دوران اكبر حجم علشان انا عايزة يكون وسع شوية يعني انا هاخد الوسع من عند الوسط الخد تحت بالطريقة دي الاضافة اللي انا عملتها دي في حدود 12 سنتي الزيادة من 10 ل 15 سنتي يعني على حسب ما انت عايزه يضيفي بس ما تقلش عن 10 سنتي هاي بداية لو عملت اقلي من 10 سنتي وهطلع في حدود 5 سنتي من الجند شايفين الجند هطلع فيه 5 سنتي بالطريقة دي وهاخدها بدوران يعني من 3 ل 5 سنتي برضو هاعمل دوران الابط بالشكل ده وهاعمل تعديل في دوران الرقبة 1 سنتي عرض او 1 ونص بالطريقة دي ضروري في الموديل ده اعمل التعديل بتاع دوران الرقبة ده علشان لو تلاحظوا تلاقوا الطرحة او الحجاب داخل جوه الفسط فلازم اوسع شوية ده كده الخلف هاجي للامام عندي دوران الرقبة 6 ونص نص عرض الظاهر 19 من الكتف 4 طول حربة القابة 23 طول الواسطة 40 طول الجنب 18 عرض الكتف 13 سنتي طبعا دوران الرقبة في الامام بيكون 6 ونص طول و 6 ونص عرض وهاعمل دوران بالطريقة دي عندي دوران الصدر 24 زاد 1 سنتي بقى 25 عندي دوران الصدر 25 زاد 1 سنتي بقى 26 انا بشغل في الامام بقى زاد 1 سنتي انا بشغل في الامام بقى زاد 1 سنتي الدوران الوسطة عمقص 1 سنتي بس عندي دوران الصدر انا مش عايزين يكون ضيق بس التكسيم خفيف خالص بالشكل ده وهي جفتال الفسط هاخد مقاز دوران اكبر حجم اللي هو 26 ونص زاد 1 سنتي بقى 27 ونص هضيف عليه في حدود من 10 إلى 15 سنتي انا هنا هضيف 15 سنتي زى ما عملت في الخلف الخلف برضو انا ضفت 15 سنتي على فكرة بس انا قدت 12 نصيبت بعدين هوصل من عند الوسط لحد اخر الفسط بالطريقة دي هرجع دوران اكبر حجم انا عندي 27 ونص الشكل ده هنا اه ما عدي 27 وده انا عايزة بالطريقة دي مش عايزة يكون قد الدوران اكبر حجم بالضغط لا لان الموديلة عندي نازل واسع هطلع في حدود 5 سنتي برضو وهاخدها الدوران هاجف نص طول حردة القبض ادخل 1 سنتي وعمل دوران حردة القبض بالشكل ده نجي نعمل الموديلة هعمل تعديل 1 ونص سنتي او 1 سنتي زى ما عملت في الخلف بالشكل ده في دوران الرقابة من بعدها هبدأ اعمل المرض اللي موجود عندي هعمل فتحة 7 بالشكل ده فتحة السبعة من بداية الكتف بالطريقة دي لغاية ما وصل للوسط ده طول الوسط هو طويل على فكرة المرض لو تلاحظ المرض وصل لحد الوسط بالشكل ده فانا هيخد السبعة من بداية الكتف من بداية دوران الرقابة فوق لحد الوسط بالشكل ده عند المرض 2.5 سنتي او 2 سنتي يعني من 2 الى 2.5 سنتي حابة تخليه اعرض من كده مفيش مشكلة وهبرضه هاخدها السبعة بالطريقة دي كده يكون رسمت المرض عند الموديلة فيه اللون الابيض ده زي مربعة يعني هو مش دايرة مش وصلة لفوق فانا هشوف الفتحة انا عايزها وعلى فكرة الموديلة ينفع برضه تتحكم فيه ينفع تعمليه دوران بالطريقة دي بس في الحالة دي هتعملي مرض من الخلف علشان يتلبس بسهولة لكن لو هتعملي زي الموديلة اللي قدامنا بالضبط هشوف انا عايزة فتحة كام سنتي وهقيز بالمزورة بالطريقة دي انا هنا هعملها في حدود 15 سنتي او لو عايزة تعلق شوية عالب راحتك يعني على حسب زوقت بس هال 15 سنتي دي هتكون مناسبة جبدا علشان يتلبس بسهولة علشان يدخل في الرأس فهاجي على العلامة اللي انا اخدتها دي وهياخد خط بالطريقة دي بعدين هاجي اقص المزيل هاقص الامام الاول لان خلف ماكوش تفاصيل بعد ما قصيت بالطريقة دي هاجي عن المرض وهاقص الاثنين سنتي بالشكل ده وبعدين هطلع اقص المرض من الخط اللي جوه ده واحتفظ بدي هنا دوران رائبة وهنا مرض مرض ده اللي من تحت وهاجي اسبت البترون على الاماش ده البترون بعد ما ثبتته على الاماش اه انا قصت الخلف علشان ما فيهش تفاصيل كتيرة دوران الرقبة الخلف انا عملاله بطنة قصة بطنة بالشكل ده و هركبها فيه التاني من تحت هيكون في حدود سبع سنتي تاني كبير مش صغير هخلي سبع سنتي بالطريقة دي علشان انا محتاجها ده الامام الامام بس فيه تفصيلة صغيرة عايز اقولكو عليها هنا المرد مش هقصه بالطريقة دي المرد مش هقصه بالطريقة دي على القميش لا هعمله سبع وهخلي واحد سنتي اي دي واحد سنتي للخياطة هعلم بالطريقة دي وهقص على الخط ده الخط ده اللي انا هركب عليه المرد وهعمل مسلس زي ما بعمله بالزبط في الجيب العروة وفي المرد مرد العباية والمردات الكتيرة اللي انا اديتها لكو قبل كده فهعملها بس هعمل المسلس ده في القميش وميش على الورق علشان على الورق مش هيزهر معي وهقص بالطريقة دي الواحد سنتي اللي من فوق ده ده زيادة خياطة اللي انا هركب فيها المرد وهخلي برضو سبع سنتي بالشكل ده زيادة الثانية في حاجة عايزة عاملها في الثانية هكني بالشكل ده وشايفين عند المسافة اللي في النهاية دي هقص الزيادة دي علشان لما اتنين ما يكون شو اسع من هنا وابع من الكسرب ده انا هقصها بالطريقة دي برضو في الخلف هعملها شايفين الصمت الزيت ده انا هقصه او اتنين صمت المسافة ده انا هقصها بعدين هجيب قمش بالطريقة دي القمش ده هيكون طول المرد زياد طبعا في حدود خمسة او سبعة سنتي زيادة خياطة وزيادة للمسلس اللي انا هعمله آآ العرض هيكون في حدود ستة سنتي ليه ستة سنتي علشان لما اطبقوا بالشكل ده يبقى تلاتة سنتي نص سنتي او سنتي زيادة خياطة ويبقى الباقي المرد اتنين سنتي لو انت هتعمل المرد اكتر من اتنين سنتي طبعا هتزود على العرض ده يعني لو هتعمل لي التلاتة سنتي هيبقى العرض ده تمانية سنتي بحيث نما التتنيه بالشكل ده يبقى تلاتة سنتي يبقى 4 سنتي تلاتة سنتي للمرد واحد سنتي زيادة خياطة وهتنيه بالشكل ده بالمكوى ممكن تسبتيه فزلين او لا يعني مش شرط عادي وهيتركب هنشوف طبعا هنركبه ازاي وهنشوف المسلس اللي هنعمله فالقماش برضو هنعمله ازاي انا عندي المرد عرضه اتنين سنتي او اتنين ونص ممكن نخليه تلاتة علشان هنا المسافة دي صغيرة او انا هخليه تلاتة سنتي هنا لقماش مطبع فهيبقى صنط ونص من ناحية دي وصنط ونص من ناحية التانية على المسافة اللي انا هاخدها دي صنط ونص وهنزل بها بالشكل ده وهعمل المسلس المسلس ده لو تفتكروا اللي انا بعمله في الجيب العروة وفي المرد برضو من الناحية التانية هعمله بنفس الطريقة بالشكل ده وهعمل المسلس شايفين المسلس ظهر معي بالطريقة دي فلما هركب المرد بالشكل ده هقص المسلس ده وهفتحه بالطريقة دي وبعدين اركب فيه الباقي الصدر دلوقتي هشطى بالفس الشريط اللي انا هقولتلكو عليها هنركبه من تحت ده هنقفله بالطريقة دي وبعدين نعمل تفتاح للخياطة وقتنيه بالشكل ده بالمكوى هجهزه بالطريقة دي دلوقتي هركب المرد مفروض الرسم يكون بحاجة خفيفة علشان تظهرش بالشكل ده بس انا علشان التصوير وبعدين حاجة انا مش هستخدمها فعملها بالوان شامع هجيب المرد بالطريقة دي وهركبه بالشكل ده وهغيطه عادي والناحية التانية برضو بنفس الطريقة بالشكل ده بحيث ان الخياطه توصل شايفين توصل لحد نهاية المثلث اللي انا عامليه ده ترجمة نانسي قدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد مخيطة النرد بالطريقة دي هاجي اعمل فتح في المثلث اللي احنا قلنا عليه معرفش هو واضح ولا لا ادي المثلث هفتح بالشكل ده بحد ما وصل لبداية الخياطة زي ما شايفين بالطريقة دي بعدين بعد ما قسك المثلث بالشكل ده ده المثلث هاجي مدخلها الناحية الشمالي الاول والناحية اليمين هدخلها بحيث ان اليمين هي اللي تكون من فوق هدخلهم بالشكل ده وهزبط المرد اريحه بالطريقة دي وبعدين هاجيب المثلث واسبت المرد عليه يعني اخيطهم بالشكل ده شايفين ده شكل المثلث على المرد وهخيطه بالطريقة دي زي الجيب العروة وزي مرد العبية اللي احنا عملناه قبل كده وده برضو شكل هيكون من بره رغم انه لسه ما خيطلوش بس برضو شكله مرتاح مدام الخطوات مظبوطة كل حاجة تجي معاك سهلة وبسرعة يعني سهلة وسريعة شايفين شكل المرد؟ بعد ما اركبت المرد هاجي اركب باقي الصدر بالشكل ده ممكن اخيطه من الناحيتين علشان لما اجي اركبه في المرد يكون سهل يعني الصدر بالشكل ده خيطيه من الناحيتين قبل ما اتركبه في المرد علشان هو كبير هيكون صعب شوية وهركبه بالطريقة دي هسبت بقبر على الفكرة انا بثبت في الخياطة بتاعت المرد نفسها مش في الفيست كله بعدين هاخيط هامل المرد بالشكل ده واخيط بعدين اسبته بالطريقة دي واخيطه من الناحية بتانية هامله على العدل هامله بالشكل ده علشان اشوف الخياطة بتاعتين لما اجي اخيط هاخيط بالطريقة دي شايفين انا هاخيط في المرد مش في الفيست نفسه هاخيط وهي عمل المرادي بالطريقة دي وهي سبب برضهي وقف الابرة بالشكل ده وهالف المراد هشيني الزيادات دي علشان دي اكتير اخوص بالشكل ده شايفين ده شكل الموديل وشكل المراد وده شكل الخياطة من جوا طبعا ده هيتعمل صرفلة ده كده هيتعمل صرفلة المراد والزيادة اللي من تحت دي بعدين هجيب الخلف هخيط الابتاف والجن شايفين المقاسات هنا مظبوطة ازاي بعد ما ركبت الابتاف طلعت مظبوطة على بعض بالشكل ده فهنا خيط الابتاف والجنب ونشوفها نكمل ازاي بعد ما ركبت الامام في الخلف والجنب بالشكل ده هجيب البطعنا بتاعة الخلف واحطها بالطريقة دي ده الامام هحطها بالشكل ده واحطها الاكتاف ودوران الرابع وبعدين اعملها القوة بعد ما عملها تفتيح خياطات اعمل تفتيح خياطات في دوران الرأبة هتبع بالشكل ده هجي دلوقتي هركب الشريط الابيض من التحت دلوقتي هركب الشريط الابيض اللي اه في النهاية من التحت بطريقة دي هجيب الفست بالشكل ده وهجيب الشريط طبعا زي ما قلتلكم انا مشطبها بالطريقة دي افلاها وعملاها مكوعة هدخل الشريط بالطريقة دي من جوه على عدلة بالطريقة دي وهخياطه اشتركوا في القناة هادي كده الشريط اتركب الخطوة اللي بعد كده انا قلتلكم ان احنا مخليين التاني سبع سنتي السبع سنتي دي انا هتنيها برضو بالشكل ده واتابع المسافات من بره علشان تطلع لمزبوطة متكونش فيه حتى طلع وحتى نزلة ايدي التاني شايفين هتنيه بالطريقة دي وهسبت من جوه مفروض الخياطة دي تكون معمولة سفلة على فكرة بس انا مش عاملها لان انا دي حاجة انا مش هستخدمها سهلة جدا جدا برضو اشوف المسافات قبل ما ثبت بالماكنة وبعدين هخيط الخياطة هتكون على الخياطة الاولى دي اللي انا مركبة فيها الشريط الابيض في الفسان هخيط عليها التاني اشتركوا في القناة ده شكل الفيست بعد ما تشطب وده شكل المرض زي ما شايفين ده برضو شكل الصدر من فوق اللي زي ما قلنا دي لفا تتحكمه فيها تنزليها او تطلعها شوية او تعمليها دوران بس لو عملتها دوران هتعملي مرض في الخلف علشان يتلبس بسهولة لكن هو بالمسافة دي هيتلبس بسهولة تماما اه ده برضو الشريط اللي من تحت وده شكل التاني حاجات كلها سهلة جدا هتبعنا ان هي تكون سهلة بالشكل ده وقادي تشطيب الدوران الرقبة الخلفي ده برضو شكل من جوه طبعا هيكون معمول سرفلة لأ انا ما عملت سرفلة علشان دي حاجة انا مش هستخدمها ادي شكل المرض وشكل اه الصدر بالطريقة دي زي ما شفتوا تركيبه ده برضو شكل الشريط الابيض بالطريقة دي وده كان الفيديو بتاع النهاردة اتمنى ان يكون الاعجابكو اتمنى تكون طريقة سهلة وكون قدرت اوصل لكم المعلومة بسهولة اشتركوا في القناة